المؤتمر اليوم بدو يتناول موضوعين تنيناتهم مواضيع إصلاحية بيتعلقوا بمنمال اختراح قانون عنده مهمة إصلاحية كبيرة ومنمال تاني بدي أحكي عن مسار قضائي يتعلق ببعض المواضيع المهمة لسيما المصارف وأوبتموم ومصرف لبنان بالموضوع الأول قدمت اختراح قانون يرمي إلى أخضاع شركة الطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك إلى رقابة دوين المحاسبة وهيئة الشراء العام بالمدة الأخيرة صار فيه أكتر من نقاش قانوني وقرارات عن دوين المحاسبة وهيئة الشراء العام تتعلق بصفقات تمت بهالثلاث مؤسسات وهل هي خاضعة لدوين المحاسبة ولرقابة دوين المحاسبة ولهيئة الشراء العام ومنعاً لأي لغات ولأي اجتهاد قانوني تقدمت أنا بهالاختراح اختراح قانون أمل أنه بأسرع وقت أن يقر لأنه هو معجل مكرر يرمي إلى إخضاع طيران الشراء الأوسط إدارة تبغ والتنباك وكازينو لبنان إلى رقابة دوين المحاسبة وإلى هيئة الشراء العام طبعاً الأسباب الموجبة واضحة جداً شركة طيران الشرق الأوسط عندها حصرية على مستوى الدولة اللبنانية ويملكها مصرف لبنان الكازينو إنترا بيملك 51% من أسهم الكازينو وكلنا وعنده حصرية التعاطي بكل مواضيع الأمار وإدارة حصر وتبك وتنباك مباشرة عنده تعاطي بالموازنة العامة تبع الدولة وبالتالي كله المرتبطين بموازنة الدولة العامة بمالية الدولة العامة بالمال العام هلأ دوين المحاسبة كلنا بنعرف أنه محكمة إدارية مهمته طبعاً الرقابة والشراف على كل ما يتعلق بالأموال العامة وهيئة الشراء العام بالمادة 2 و3 من قانون الشراء العام واضحين بأنه الشراء العام هنه كل المشتريات يلي تتعلق بالدولة وبكل مؤسساتها وبالتالي كان من الضروري أخضع هالشركات أو هالإدارات للرقابة من مال ولكل المشتريات يصيروا وفقاً لهيئة الشراء العام ما نتصور نحنا في صفقات في يتم بملايين الدولارات ما تكون خاضعة لهيئة الشراء العام وداخلي ضمن هالنظام العام لتنظيم ومنع الفساد والحوكمة الرشيدة يلي عم نسعى كلنا سواء لها أنا بتأمل أنه من الزملاء النواب طبعاً من رئيس المجلس كونه معجل مكرر يكون على أول جدول الجلسة العامة وأن يقر بسرعة لأنه لا يكفي أن نتكلم بشعارات عن الإصلاح يجب أن نقوم بخطوات باتجاه الإصلاح وأنا بعتبر أنه هذه خطوة كتير مهمة كلكم بأخر مد تعرفوا كل اللغة الدايرة حول برانشر الأوسط وأمورها كلكم تعرفوا الأضايا الدايرة حول الكازينو وقصة الأمار وكل المناقصات والصاريت والآل والإيل منعاً لكل هذا الكلام لأنه بالنتيجة مش المهم نطلق شعار ولا المهم نقعد نقول عملوا أصلاح وهون في فساد وهون في مشكل بدون ما نلاقي الحلول لحتى نحط الأمور بإطارة صحيح وأنا بعتبر هذا الاختراح يدعى الأمور بإطارة صحيح بيجي على الموضوع التاني الموضوع التاني بيتعلق بشغلتين موضوع بعض المصارف يلي معين لها مدير مؤقت ويلي أحيل أحدها على القضاء وبيتناول طبعاً موضوع شركة أوبتموم وكل يلي نحكى بالأعلام أولاً خول المصارف من أصل أربع مصارف فيه مصرف تحول للقضاء أنا بتصور أنه وقتل فيه مدير مؤقت يجب معناتها فيه مخالفات معناتها فيه مشاكل فيه مسؤولية أنه كل هالمصارف لأنه نحنا بوضع نعرف كلنا وضع المودعين نعرف سرقة العصر نعرف كل يلي يصار مطلوب أنه كلهم يتحولوا على القضاء ومطلوب أنه القضاء يشتغل بجد هون سمعنا أنه حول اعتماد المصرفة أنه ب نوع من قيل أما أحكى بالأعلام تردد أنه صار صفقة وأنه فيه مكسور هو على 33 مليون يلوله لأحد الأصحاب المصرف أنه رد عشر مليون أنا هون بدي أقول الأعلام يجب أن يكون دقيق أنا اللي أعرفه أنه هذه القصة هي قيد التحقيق بالنيابة العامة التمييزة وأنا بتمنى أنه قبل ما هالقصة يطلع فيها قرار واضح من مدعم التمييز أن لا نتسرع باجتهديات وأقويل لا سيما أنه مدعم التمييز يلي تكلف مؤخرا يلي هو رئيس حجار قاضي مشهود له بمناقبيته بجديته والحمد لله حتى اليوم رغم موجوده إلى مدة طويلة عريضة بالقضاء ما في أي إن لا سمح الله حول منه لذلك أنا عندي كل الثقة أنه من القضاء يلي يدرس ملفاته بإمعان وأنا بقدر أكد أنه هيدا الملف أو غير ملفات عم تندرس من قبله بإمعان قبل ما نحكم ليحقين نحكم بس قبل ما نحكم خان ننتظر نشوف مقال القضية بهال أسبوعين لوين رايح لأنه رح يكون فيه جلسات ساعتها نطلع علنا ونبنى على الشيء مقتضاء أما أن نستبق الأمور ونحكي عن صفآت وأمور مش ضروري إذا بعد في بعض القضاء عندهم مصدقية ونأمل فيهم أنه نبلش نرسل الأمور نرسل مواقف قبل ما نتحرّب الحقيقة وبالموضوع ذاته بدأ أحكي عن شركة أوبتموم صار في تداول بوسائل الأعلام واليوم يعني درجة وبتصور ما حدا بيقرأ لما حلل فيه شغلات هيكي بتصدم وفضايح كبيرة ويلي هي أنا برأيي بقدر ما نحنا ما لازم نترك أي شيئة إلا ما نتوقف عندها ونعليجها بقدر ما إنه بعض الشائعات أيام بتضيع الحقيقة بدي بلي شؤون إنه شركة أوبتموم وأعمالها بالماضي من بعد سنة 2015 لليوم بحاجة إلى تدقيقين تدقيق على مستوى مصرف لبنان وطبعا إلى تدقيق ومتابعة وملاحقة قضائية هايدي أمر مفروغ منه وأنا أدعم وأتحرك وبتفش باتجاه العمل بمصرف لبنان حول اكتمال هذا الملف والعمل بالنيابة العامة التنفيذية حول هذا الملف وبعتقد أنه الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد الدخول إلى هذا الملف لتبيان حجم العمولات التي قبضت ترجمة نانسي قنقر